خلونا هنا بقى وإحنا بنتكلم على مسألة الجمهورية التانية والجمهورية الجديدة والمدن والطرق والمنشآت الصناعية والمنشآت المدرسية والأكاديميات والجامعات زي ترتيبك في البحث العلمي على سبيل مثال اللي نط أربع مراكز من سنة 19 لسنة 20 ده مثلا تعالي ناخد هنا التعليم بقى على مستوى التعليم في مؤتمر النهاردة أعلن فيه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أعلن جدول امتحانات السنوية العامة البعبع الشهير اللي احنا بنقول للناس بطلوا تخافوا منه مفيش أي داعي ولا أي سبب يخليك خايف زي ما فيش أي داعي ولا أي سبب يخلي الأمهات وقفين على أبواب المدارس اللي بتعقد فيها الامتحانات هيحصل إيه لما تقفي على البيئة بالوضع ينجح يعني ادعيله بإذن الله سبحانه وتعالى ينجح وكل حاجة لازم يكون كمان عمل اللي عليه مما لا شك فيه برضو طيب نرجع للجدول من المقرر أنه إن شاء الله إن شاء الله هتبدأ الامتحانات لدور يوليو للشعبتين الأدبي والعلمي ده بداية من السبت 10 يوليو بإذن الله وهتستمر لحد يوم الاتنين اللي هيبقى 2 أغسطس أما الامتحانات الخاصة بقى بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا فدي هتبدأ يوم الحد 11 يوليو هتنتهي أمتى عم يوسف؟ هتنتهي يوم الخميس 5 أغسطس أما الامتحانات الخاصة بإخوانا وأولادنا الطلبة المكفوفين فهتبدأ يوم 11 يوليو وهتنتهي يوم الثلاثة 3 أغسطس حلو كده خلونا نسمع أو نشوف هذا الجزء من المؤتمر وبعدين نرجع نكمل الكلام هيبدأ للشربة العلمية يوم 21 سبعة بامتحان اللغة العربية هيبقى فيه يوم فاصل سبت وبعدين اتنين أربع سبت وبعدين هتيجي فترة أجازة عيد الأطحى اللي هي حوالي أسبوع أو يعني خمسة أيام أجازة وبعدين هنكمل بقية الامتحانات كده الامتحانات تبتدي 10 سبعة هنا 11 سبعة للشربة الأدبية وتنتهي أعتقد 2 أغسطس للشربة العلمية امتحاناتها أطول هتنتهي للشربة الأدبية يوم 29 سبعة وتنتهي للشربة العلمية يوم 2 أغسطس أو 2 ثمانية طيب شوفتوني أنا حط إيدي الجيبي كده أنا أعمال بتابع كلام دكتور طريش شاوي أنا أحب الرجل ده جدا بصراحة وأثق فيه جدا 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 فبحب أتابع كل الكلام اللي بيقوله